موسيقى بحشاشة سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى حضردي وعمرك سرق الليل وشخصك ما يرى جفني معي من الكرة ما استلد عبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف دمعي روى جمع السلف ما شلني غير الأسف متولع بهامي عض حضي على حبك فرض ولا مني شنه الغرض لو نوخة نوق الأرض ما ظنب حملي تنهض ما تنهض ولا شالته ومعرف الدهر شرادته فضت الصيف النشية تهمها الشكل حبنا ونفض فضت وحق مكة ومنا وظلت الروح اندوهن آمل على راسبنا عشي الأغراب وبيع القصيدة صراحة الله يرحم شاعرها أجهل اسمه حلقتنا اليوم من البرنامج المهلهل شعراء ثين شباب ان شاء الله يشوفون النور من خلال شاشة قناة الأيام ومن خلال إبداعهم وتواجدكم حياك الله الضيف الأول والعزيز والحبيب عبدالله علوان شخ بارك شاء الله طيب الحمد لله شرفه تنوره تكل الهلبي حياك الله محمد كوكب حياك الله أستاذ علي مساء الحب يسعدني ويشرفني أن أتواجد في هذا البرنامج الأنيق الله يسلمك الله يعزك شونه بغداد والله طيبة حلوة جواهر ولو حارة بس يعني دافية دافية مو حارة دافية دافية الله حارة 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 لا لا دافية 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 الدفو يحسسك بحساس ألطف من كلمة حارة يلا مو مشكلة مو مشكلة عبدالله منخذت المركز الأول سولفنا عن المركز الأول شلو صار الناس المنظمين هاي التفاصيل والله أستاذ عليح نكون واقعين هي مثل سابقاتها يعني جيد المسابقة مستمرة بالبصرة حلو لأمانة أنا شاركت قبلها بسنة بسانة شنت حتى ما صعد منص اها ايه فما كان عندي حسن اختيار القصيدة لطيف ايه انضميت للزوائر انضميت الجمعية الصدى لإحساس طبعا تحية لكل شعراء جمعية صدى لإحساس ألف تحية لكل شعراءها وشعراء الزوائر عامة الحمد لله وشكرا الله وفغني وكان حسن اختيار للقصيدة الصراحة نتبقى صايت وانت حضرتك شنا تشاهد على المسابقة جيد شنو اضافت لك هالمسابرة والله بالحقيقة اضافت لفد دافع الكتابة الشعير اضافت لفد جمهور خلنا نقول طبعا جمهور داخل البصرة معرفة شعراء شننت معرفهم جيد صارت علاقة بينك ومن الصعراء برأيك هذا الموضوع مفيد معرفة الشعراء والاحتكاك وكذا طبعا مفيدة بالاكبر انت سيد العارفين احسن ما تعرف على شخصتان تعرف على شعر من باب الشعر اخصط نعم اي مرات يجوز الانسان عنده اخطاء عنده فد مشكلة وقصيدة من حيث لا يشعر صح جوز اذا صار عنده صديق شعر اكو قصيدة وطنية لك انا كلش احبها فدوة رحلة اتمنى يعني نفتتح بيها البرنامج امر امر طبعا بيها تنويه القصيدة نعم انا بوعت للعراق بنظرة تختلف عن الشعراء جيد اه الى كل من يتوقع العراق وقع او سيقع اي فلسان حالي العراق يقول معقولة نسل تاريخ لو يخجل الضاحك والبتشل مدلل مدلل نعم كلهم مو بعمر معقولة معقولة نسل تاريخ لو يخجل الضاحك والبتشل مدلل مدلل كلهم مو بعمر يشحشوا خلي يحشون مرمر من يبزة الطين ما يزع انا سيف بحرب طق ونبل ورماح ما عندو وكت لمزامة المنجل الله انا سيف بحرب طق ونبل ورماح ما عندو وكت لمزامة المنجل انا كانوا انديرة وما علي تعيوب سافر ظلمته ومدفل مبلل القصاب يتعير لو ذبيح تفوت دمها بطولها وراعيها يتمحشل شعب مثل الشعر ينقص ورد يعيش وحتى المعدل بالغير هم يعدل الله شعب شعب مثل الشعر ينقص ورد يعيش وحتى المعدل بالغير هم يعدل ملت ميلة الهودج وتشفوه فكصار ناخت ناكت والهودج تعدل انا المكتشف والعلم والرسام والدين بذني ترتاح وتعلل انا الحاكم الدنيا ويشهد التاريخ ما تبط بالشاجور وثواري الشرف لجل الشرف تذبل انا غالي دمع بس يرخى سبعاشوه والله وتراجف محنى في ساحة المهتل الما يدرب سعره اش هام الشراي ظل على الفرس لو راح لو حول الما يدرب سعره اش هام الشراي ظل على الفرس لو راح لو حول فاتح باب خير وخازر الحراس خلياخذ العازش حاطوش حمل سولف ع الشرف واذكر الما محكور بس بدون ذكر الشرف ما يكمل الله بس بدون ذكر الشرف ما يكمل الله 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 يطول أمرك للأمان قصيدة مشركة شهادة والله للأمان قصيدة مشركة شهادة الله يعزك استاذ عيني الله يعزك محمد شلو اخبارك والله طيبة الامور ماشي الحمد لله وين محمد كوكب من شعراء المدينة يعني وين من شعراء بغداد وين من شعراء العراق يعني بصراحة أنا مقصر بحق نفسي جيد يعني بالفترة بالسنين اللي راحت انت أمواليد أنا تسعين شبير بس يعني شكلي ينطي أقل من عمري شاء الله شبير قدر الله يعزك بالأكبر فما كان عندي تواصل مباشر بالمنتديات أو مع بعض الشعراء بس بالآونة الأخيرة يعني أحاول أنا ألتحق ببعض الشعراء ببعض المنتديات أحاول يعني أصدر قصايدي وبالتالي مع المحاولة عسى ولعل إن شاء الله إن شاء الله إذا ما دبرت لك حبل لعدامي بس سمشوا يغيروا وصيروا قدامي أوهل يا الله وإذا رايدة بصملك بعد ما أخونك أجمع دمي كله بطارف وبهاني أبد ما سافرت لو شاي في عيوني لو جاي بحلم ما أخلص أحلامي تفكر من قلة باشر يا عطشونك طلعت من النهار رديت لك ضامي أو من قتل الحمامة الطائرة بلونك على صدر الهورة الداهن اسهامي أحير إشلون أخلص عمره من دونك أرش شوية من عطرك على أيامي الله أغمض أغمض وارسم قبال اللي يرسمونك أو طلعتك أحلاءهم روح بقلامي عد شيبة جديدة من يشاقونك أوهرت شعر السوادة من تشاقينك أكو لمعة عيون الصير بسنونك ما أعطش وراها من تلاقيني بتعذيب تعوض مني عذبونك وعوض بل كتب لمساك وعوض بل كتب لمساتك سنيني الله مو يمك وسمعك من يحاشونك صوتك مدر الدم يمشي بشراييني الله 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 هت uma tzzwoj لا لا ما متزوج ما متزوج هاي القصيدة من الواقع أَمَنَا من الخيال لا من الخيال قول والله الله شعر شاية لا لا مو من الخيال والله علي من الناس يا أخي ما أنا بقى البيت مال اسنونك هذا مو من الخيال أبدا مو من الخيال أبدا بس للأبالة ترى لا ترغيش خاف بسوي الابتسامة لا 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 مو انت هم لا بالمناسبة هو من الخيال ليش أنا قلت من الخيال ترى التشذاب الله يذب بنا عدد راح أكون واقعي راح أكون واقعي هو هذا البيت نكتب المرأة أوروبية أنا شنة لاجت طب يا أخي ألهاب يعني مو عراقية يعني لم أمسوي الابتسامة؟ لا لا لم أمسوي الابتسامة هي بعد أوروبية ونمساوية وتتخيل يعني هل أنت شنة بالنمسة؟ اي شنة بالنمسة عايش بس مو نمساوي أنا؟ لا أكيد عراقي ما تخلى عن أويتي نعم الله إن عمالي الله يعزي شونها الواقع الشعري بالزوغير خلينا أقول إن شاء الله ايه أنا من وجهة نظرك على المنصوري الشاعر جمهور الزوغير ومن الجمهور اللي كل شاحب أقرأ قدامه قصيدة فعلا لأنه كل شي يحب شعر صحيح وكل شي متعلق بالقصيدة فعلا تعلق جميل وفضيع وخير شاهد على كلامك شوف الزبير هاي الفترة بالنسبة للزبير ما توقف شعري لا لا أبدا يعني إحنا بالشهر إذا مو أم سيتيين أم سيتيين ومهرجان ما شاء الله يعني جميع صد الإحساس فمستمرين أضافتها إلى ذلك إذا تلقي جمهور مرات يمل يعني بالعكس جمهور الزوغير يزيد كل أوسيع يحب الشعر يحب الشعر يحب الشعر ورياضة وينبلي الشعر الحقيقي نعم نعم أحسك متعوب ايه والله متعوب بلا كبر عشان وتعبك ومنيت أقول شي نمتعب بس ما أقدر أقول شي نمتعب ليش إشبع شوف مني ولا تدير العين وقلهم عيني بالتركيز مصيوبه ولا تغلط غلطت الجاب عمري خاف يكتل المستحمني يفوت محبوب الله الكرم مو بالضرورة بترسة الماعون من منجانب ترسة يعيب صابوبه بل لااذ إے ao يخي الخالع لك يا فيك لا ترن بالرأس تذرب روسنا من الازمة تعوب اوه يخي الخالع لك يا فيك لا ترن بالراس تذرب روسنا من الازمة تعوب شال أنا عشتغل سائق بعث الشركة والوضع جيد الحمد لله والله الحمد لله لكن العمل لازم بضغط وبضروف مراثي مرأة ليك لكن تتحمل ألف عين لأجل عين تكرم من هو مدير الشركة؟ مدير الشركة ببغداد طبعاً لا أعرفه شخصياً ولا أشايف شان اسمه؟ ما أعرف اسمه أساساً زي من هو مسؤولك؟ خلينا تحفظ جائعاً أبو لأك مسؤول عبدالله علوان دير بالك حالي سايمين عليك الجاه والوجه أي والله ممشين عليك الجاه والوجه دير بالك على عبدالله خوش شاعر وخوش ولد ومؤدد بس ما عدري خوش شي يشتغل ما عدري مخوش تحس أنه من الرجول الاعتراف؟ ممكن إذا كان للشخص المناسب يعني ما اعترف في حياتك؟ والله أنت رأي تعترف ليش تخليهم؟ والله محمد رأي تعترف والله ممكن يعني اعترف إذا كان الشخص جد معترف؟ بلحظه البهر؟ لا مرة وحدة لا بس مرات تتخوف تخاف من ردة الفعل مرات مرات يصير تناقض ما بين العقل والقلب يعني قلبك يريد تعترف عقلك يرفض الله أي فلا هو لا هو المعترف لي بحبه وارتاح ولا نلقى در أفضح للمشاعر لا خلانا سافر بالقطارات ولا خلانا شقق هاته الله 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 يسلم يا أخي هذا يعني جملة لطيفة ما لهذه التناقضات اللي بين القلب والعقل أي تعرف هذا الموضوع يسبب لك قلق وحيرة طبعا أي ما أنت ذابح على قبل وخلصان أي عقلك يرفض وقلبك يريد أي يقولون العتب لليس والعتب فعلا مو؟ أي والله أمني تعاتب ها أي والله بس العاتب ما يسوع عاتب بس اضطريت عاتب قلبي اش قدت القلبك؟ قريت وجوههم واتشرت غيض وتعاتبتوا يا قلب اللي بيه من غر ولك زاتي اللبن ماسخ اللبن صار ما تستاهل بالاصوش تنظر kunne?... يا زاتي اللبن ولك زاتي اللبن ماسخ لبن صار ما تستاهل بالاصوش تنظر ومو ق infringت لك تصيبش تيل تلبيًا موسم صيد شم مديك للبر اللي ما يحمل عشرتك وأنت بردان ما يحمل عشرتك وأنت محتر الله 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 أحس أكو مفردة عد عبدالله صعبة؟ والله هي مو صعبة من الأكبر يعني أنا بن ريف فتعودت على هذا الكلام تدرفت مره من المرات قرأت قصيدة يعني الشخص قاعد يومي قال لي قال لي شنو معناها؟ أنا هو يجا ينسي شنو معنا هالي المفردة؟ صحيح تتذكر؟ يمكننا سألتك عليها؟ أنا هو يجا ينسي صحيح حمال الداغور الداغور تتذكر؟ شنو الداغور؟ الداغور صغير لغنان اللي تموت أمه نعم نعم أنت يعني أنا أحس أنه ابن الريف عنده كم هائل من المفردات فعلا صح له غلط؟ بس بنفس الوقت هذا الكم من المفردات يعني مو كله مفهوم لدى الناس شي أكيد صح؟ طبعا شي أكيد أنا مرات يجين واحد يسألني يقول لي شين التخصد هنا؟ زين أنا صيغ البيت صياغ الجميلة ويجي يسألني أضوج أقول ليش ما فهمه؟ نعم طبعا فالخلل مو بيت ترى الخلل بيان المفردان أوسل تحب الانتظار أنت؟ ها؟ تحب الانتظار؟ والله أكو مثل عندنا يقول أنت تترجع أفضل من التاكل تحب الانتظار؟ نعم صعب ما تحبه؟ ما أحبه زين الحب الخاطري نأخذ فعصا نرجع مو مشكلة أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهله لدينا وياكم مع جميلين عبدالله علوان ومحمد كوكب محمد يا أخي أنا حسك حشاش عليك الله يعني صير مواقف طريفة عندك مواقف طريفة؟ ايه سأل في النهاية سأل في النهاية يعني في المرة أخذت التك تك مالي بن خالتي صراحة مسافة من القيارة سوق القيارة بالمدينة لم ريدة هي كروتها الفين ثلاثة حجية قالت بيبو ما توصلني ببلاش قالت شيني بيبو ما العتبة شو نوصل شو ببلاش المهم المهم فمشينا مسافة هي كروتها الفين أنت ساعدتها ساعدتها قلت خلنا أساعدها هي كروتها بس ما رضيت ببلاش صراحة ما مستفتح بعدني عطري قطتنا خمسمية قلت قالت شا خليليش عمبل وصاص قلت قلت وعاد بأنه مرض أنت تكره الفين السلطانية أو لا؟ لا ما قطتني قلت يا الله يا سلام الله يا الله لا ما نريد أسألك سؤال أنت وعبد الله تجاوبوني هذا السؤال لا بس هذا السؤال تفكر بي قبل لا تجاوبه ماشا جيد؟ وين تريد توصل بشيء؟ والله المكان مقبول يعني بس أنا دا وصل باحترام يعني أبتعد عن القصائد المشوهة ما أحب أخدش مسامع الناس يعني شنو قصدك ما أخدش مسامع الناس؟ يعني أكو مرات يصير بعض الشعراء أسفاف القصيدة يكون مفردات يعني ملاقة للعائلة العراقية فأنا أتجنبه جيد؟ ايه فأحاول أوصل يعني المكان مقبول عبد الله وأنت يتوصل بشيء؟ والله أبو الأكبر ماكو إنسان ما يطمح والطموحكم مشروع؟ كل إنسان يطمح بأنه يكون نجيم مو عراق عربي أوكي أنت يعني قصدي وين تتمنى؟ ايه خلا وصل لك بكرتي ايه فما أقدر أقول لك أتمنى وين أوصل أنا ويه الأيام؟ ما أدر الأيام أجضاء مثل من أقدار أمنياتك أنت الشخصية بغض النظر عن الضروط المحيطة والله أوصل الشيء مقبول هم الشيء مقبول؟ ايه وكون أنذكر صح بحث العقبة مننا موت أنذكر بين أنا شاعر الله يضعه لأمرك أنذكر بين أنا شاعر كنت أداول أبياتي بين الناس الشعر مصدر الرزق في بعض الأحيان؟ أبداً لم أصدر الرزق بالنسبة لي؟ بالنسبة لي أبداً وإذا صار مصدر الرزق؟ أنا بالنسبة لي إذا صار مصدر الرزق الشعر أبتعد منه أبتعد منه؟ ليش معيبة؟ لا مو معيبة بالنسبة لي شخصياً بالنسبة لي الشعر أحس به روح ثاني لا يعني قزي أنه أنت مثلاً طبعاً عملي إلى وقت والشعر إلى وقت أنت من الزوجة؟ نعم من الزوجة زينة بيني وبينك ممكن تعرف لي الأفراق شنو يعني لك الأفراق؟ بالله الأفراق صعب على كل شخص بس أنا يعني لي أي نوع من النوع الأفراق هو صعب؟ ايه أنا شقكت الرسائل والعيون تشوف لا قلبه التأذى ولا نزل المدمع وتفارقنا مثل مفارق الخطار يمعت مثل باب نوادع ونرجع والله ما طولنا ما طولنا إذا طالت صير محب بس بيئنا وبيئناك هذي المفارقة ما عزيز والله عزيز شا ليش مثل موادع الخطار؟ إيش يسوي لي يا أبو الأكبر ما تقل ليش يسوي لي مرة مرة ثان عشرة الإنسان يسامح 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 بس مو معناها يعني أنا أتأذى وأنت فرحان ليش أخي تأذى مثلي يا أخي هذا شعور الأنانية مو حلو ترى ما ما تعرف والله هاي الناس أنت تستل ذب وجعي أخو ما تستل ذب وجعي ما أدري ما أدري تريد تعرف الناس وين تريد توصل قلت ليه جاي تأذينه وتدر بيه جاي يتأذى و جاي يحترف لك أقل لك أنت جاي تأذيني يا معوي جاي تأذيني يا معوي جاي تأذيني يعني أنت ما تواجه مشكلة بصناعة القصيدة لأن هي بها عدد هائل من الشعراء فأنت ممكن تستعين باراء الآخرين بناء القصيدة فهي جوها حلو يعني مناسب يعني أرض خاص بها للشعر تقرب أمسيات وكذا أم أقرب آخر أمسي قريت بيهيمتك منتدى الأمين قبل شهرين تقريبا كيف كان حظورك؟ جدا حلو حسب ما أعرفت عنك أنا أنت من الشعراء المجدين شح؟ الشعراء شن العفو المجدين أي جد بالكتاب القصيدة بس بعض القصيد خيالي يعني مو هي موت كل القصيد لا أنا أقصد مجد يعني أنه أنت مو خامل تتحرك وتتواصل وتتواصل بالفترة الأخيرة صراح سابقا لا بس تزعل هو مو أن اللي يتزعل المقابل هو اللي يتزعل مزعلها وأحلف بالها ومزعلها أحل القصيبة المشكلة ما أحلها أو داعت رمش هالحرم عين من النوم باشر قبل ما أبدل مبدلها لا يا ربك أو من ناو جاي أمطر عشق على الحلوات أو الوعر فرد للغيمة ما أبللها أني يالك على هذا القلوب تقدر تبدل هي شفت أولا وهو هذا بعد ذلك ما أرادني شو تسوي يعني هو اللي قراحته بمكان ثاني أنا أستغنى أنا أستغنى طبيع أستغنى عن الآخرين إذا هم أستغنوا عني بس اللي يتمسك بي بي العفو أنا أكيد أتمسك بي أي والله صحيح أنا بديت أقتنع بهذا الكلام يا أخي ما على داع أنت عائفني وأنا أعيش دور المضحي والله أنا في سبيل يقولون عني مضحك يا أبعنا رجال شنو ينقال عليه خطيئة يا أبي يا رايت أنت ما تدري أنا أنا جاي أقول لك أنا جاي تأذيني الله أين أريد يوصل؟ شا سوي لي؟ الله محمد أبي أي 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 دعنا نأخذ قصيدة ثانية قصيدة ثانية قصيدة ثانية لا باد أنسه نفس الوقت بعدي أشي جيت؟ الشيب غطى الونسة وتريد نبدو ياك لا باد أنسه نفس الوقت بس الشخص مو نفسه ما أدر قلبك لو ظروف الأقصة والله وقت له هسه أرجع قبل عشر سنين والهسه قولا قلي يرجع هسه والله أمني تكون إحساسه نفس إحساسه بارد مثل تشف طفل ويناسك أمني تكبرك وحط شيء ببراسك الله أمني تشم أمني تكون إحساسه نفس إحساسك بارد مثل تشف طفل ويناسك أمني تكبرك وحط شيء ببراسك أمني تشم لا ناس شم من فاسك ها يا ورد يلعف تشف الشالك ناس الأصابيع تلبسك شالك أنا الغفة بتشفي منتك وش مالك يم غير حلق في القصيب أش مالك بسباب ما تقنع ولا بسبابك وأنا لمعود شفي دق بسبابك حساس الحرب والشوق صعبة تحسه طار الصور تكتل الجندي بحسه بعدين شجيت الشيف غطل ونسه أتمنح بغيرك شخص حتى تنسي الله الله يعزيك الله يقول لي هي شي يقول صارت بيك من ندغار من كل شي والطم بأثر رجلية إذا يمشي الله يسألونك عليها وتقولهم عشي صايم لو بي لو ما أفطر يا سلام الله جميل يا عبدالله علوام ما يقول لك من ورى المسابقة قرأت بمهرجان؟ من ورى المسابقة؟ لا ما قرأت بمهرجان ماذا؟ جيد يشار إلا بالبنان نعم نعم لا جيد 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 جدا تتوقع هذه الحلقة وين راح توصلك اليام مكان؟ والله ما أقدر أتوقع بالأكبر توصلني اليام كان أو تخلينا على على ما أنا فيه والله ورى مشاهدة الناس طبعا ورى رضاء الناس رلقه البضاعة ماتي تعجب الناس على مدى الناس يشاهدونها عدان العليا سويه أنا أخوي تشبير تحية لأبو علي عنده كلمة كل ما اشتعجبني قال عبدالله اكتب أنت هذا اللي عندك رضاءت بي الناس رضاءت تسمعها ما تسمع أنت هذا اللي عندك هاي طاختك يعني شتريد تصير مثلا؟ بس قصدي أنه هذا استسلام أنا أقول له أبداً مو استسلام لكن ما ريد أتكبر على الواقع لا ما أتكبر على الواقع أنا هاي قصيدة وهالمادة جاي قدمها أطور من نفسي شيئ أكيد لازم أطور من نفسي عفية علية هذا الجواب هذا الجواب باستحيل أوقع بنفس الدائرة خليني نقول رسالة من عبدالله علوان نعم لكل مشاهد ما يعرف عبدالله علوان منه كشاعر نقول لعبدالله علوان شاعر بهذه القصيدة والله هاي الرسالة راح أقدمها هي نصيحة لكل إنسان بما فيه من المتحدة لطيف اللي ينكتب على الطين من تمطر يروح نعم والتنخشى على الصخر ما ينمسح الله عيش نمنم خلهم يرقزون بيك مو قمر بول طلحتك تنفضح الخايف وطب معركة والدنيالية من يشوف العصة يحسبها روح الله الله واصبر على الرايدة ولازم يجيك الشمعة ينهت حيل هالجيك الصبح ودور للي يستاهلك دلّة بمضيف اليوف يوف ومو شرب زادوا ملح وكل شي خليه يموت إذا حي الضمير وعادة تركض حاف إذا رقفة صلح سفرة المجنون الله 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 وكل شي بس سريد بلقى 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 ينكتب على الطين من تمطر يروح وتنخشى على الصخر ما ينمسح عيش نمنم خلهم يرقزون بيك مو قمر بول طلحتك تنفضح الخايف وطب معركة والدنيالية من يشوف العصة يحسبها روح نعم ودور للي يستاهلك دلّة بمضيف يوف يوف ومو شرب زادوا ملح وكل شي خليه يموت إذا حي الضمير وعادة تركض حاف إذا رقفة صلح سفرة المجنون سفرة بلا أوداء لا جوازه لا حدوده لا شرح صفنيتك لا صف العارضاك أني تبيضة يزور من فوق الصف الله صفنيتك لا صف العارضاك الله أني تبيضة يزور من فوق الصف صفنيتك لا صف العارضاك أني تبيضة أني تبيضة يزور من فوق الصفح وقول ربعك خير ذا ما بيها خير بل كتيح السؤنة ذا سمع ومدح شد متاعك واحتفظ بالزايدات من تشوف الجيش محتاج الفلح الفاقدة وتمشي العرس واهسها غير تحس فوق الضوحة دق وردح وكون وازاك الدهر طيع المصير عيشت الداغور لو عات ونطح نعم كون وازاك الدهر طيع المصير عيشت الداغور لو عات ونطح تغيب شمس الله تهله الثاني يوم يطلعش ما طال دم المنذبح صوغة البستان للي يتعب غموس وجيّت الخطار للي يكرم ربح حبة عيونك يطلقبط بخير ينفتح باب القلب ما ينفتح وين ما تلقسم طير الخيال الخيال اللي ينسجن ما ينصلح الخيال اللي ينسجن ما ينصلح سلامتك ولك أصفق لك على هذه القصيدة هذا والله تخبل يمنون منك تخبل 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 لغك يخبل ما شاء الله علي الله يطول الله عليك شكرا لك بأسنين ولدت قتلي بجناصين العمر ما ينحس بكون بوّل شوفا لك تبد المواليد ويلي يا الله أمس باسمك بشينة فوق الخدود بجناصين العمر ما ينحس بكون بوّل شوفا لك تبد المواليد أمس باسمك بشينة فوق الخدود وقعدنا الصبح ممسوحة تجاعي لا يا عربك يقول التقى بيها ايه التقى بيها وطول حديثهم ساعة فراد يروح قالها أنا استعجلت قالت لا قبل لا تروح أنا نسيت أسألك انتش قد عمرك؟ قالها ساعة الله مو؟ مقاربا تخبل الله يعزك أبولك وردت التخبل أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم مشاهدين الأكارب وصلنا إياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم الحبيب عبدالله علوان ومحمد كوكب كوكب اسم والد له اسم جد لا لقب إلي خاص اختراع من عندك؟ لا لا طفلة بنت المرأة اللي قصدتها بالقصيدة اللي آآ اللي من الخيال طب للخيال أنا قطبت مسحبس بك كارولينا طبعا اسمها أي ألف تحير كارولينا ومن من الخيال لا بعد ما لازم أقول من الخيال لازم أشذب أدخل بالتفاصيل وتعال منين شو نعرف لازم أشذب لازم أعيش الدور يعني مو يجي والله مجاسب موفق الله يوفقك أكثر شخص يهتم بتفاصيلك منه الاهتمام هوش أكو يعني بعض الناس تهتم بس مرات تحتاج الاهتمام للإنسان اللي أنت مهتم به أوهي مثلا مرات تهتم بشخص معين هو مهتم بغير إنسان أوه أي فهذا التناقض صعب هذا الأمر والله بس تهتم ترد محن الراس بول رسالة يبين لعند أحساس تدر الردود الباردة تشوى الروح والناس عليهملها متعود الناس صدق الخدة تعلمه على السطرات ما يرضى يزعى ليعترض منين بارس رأي بالله صحيح وافقنا الرأي أنا جدا أوافقك جيد أنا حبيتك والله الله يعزك والله والله أحبيتك والروحك طيب جمال جمال الوكاحة بالحديث لطيفة الله يخليك العفوية لطيفة جدا جميل جدا عبدالله شن رأيك بالمقارنة بين شنو شنو يعني أنت من تقارن بشخص آخر والله إحنا مثلنا طفال مرات الأبي يقارن يقلبني ليش تمونا مثل هذا مرات الأبي يقارن يقلبني ليش تمونا مثل هذا مرات الأبي هذا حرب نفسي أوهي أنا ما أحبّت غارن بشخص قول لا تقارن ايه أنا غير وهو غير هو غير كل إنسان تركيز فرق لبس الغترة عن لبس الحجاب الله هو مو كل طيار عننا نقول طيار يا الله من تشوف الصقر ينغم الغراب الله فعلا فالمقارنة شي سيء طبعا أقصد مغارنت الشخص بشخص آخر أو مثل اليوم أنا رسامت غارن برسام ثاني ليش؟ نطين إيجابيات ونطين سلبيات عشاء الله ليش تنطين؟ تقول لي الله هو أفضل منك وماك قاعد إنسان أفضل من إنسان أوك إنسان أفضل من إنسان بجزئية صحي اليوم شون يحتاج الشاعر حتى يكون حتى يقدر يوصل رسالته بسهولة يجب أن يكون الشاعر مثقف ومنين يكتسب الثقافة؟ يكتسب الثقافة؟ طبعا من الطلاع من الطلاع؟ تخالطة بالمجتمع وكان الشاعر قاضيها بالبيت قاعد لازم يشوف هموم الناس مشرط أنقل بسه همومي آه جيد لازم أنت الطالع؟ والله ما أقول لك طالع أنا طالع تقريب 60% جيد مطالع جيدة شون يحتاج بريك الشاعر؟ يحتاج لتنويع تنويع طريقة الكتابة أقصد طبعا طبعا؟ لأن المجتمع تعرفات ما بين النخبة والناس اللي استيعابهم متوسط يعني عذرا بالشعر يعني تقبلهم للشعر يحبون القصيدة المباشرة الشاعر واجب أني ينوع بالكتابة يكتب لكل الطبقات لطيف فهذا واجب يعني حتى يوصل لأبعد مكان ممكن جيدنا بأي محافظة قرأت؟ محافظات ما أعتقد قارب أي محافظة والله ما أذكر بصراحة بس أنا مدعوب محرم بالبصرة يا الله أبرك الساعات والله الله عزيز تشرفني والله والله تشرف تسلم الله يخلي الله عزيز يعني شايف هذا يقول يقول هي الإنسانة الوحيدة التي تستطيع تقسيم ثلاث خبزات على أربعة أشخاص ولكل شخص خبزة واحدة لأنها لا تأكل معهم فيكون لكل شخص خبزة واحدة تدري منه هاي؟ الأم؟ الأم ممكن أكثر من هذا العدد هي أكو لمسات سبحان الله أكو بركة بلمسات بديها الله عزيز هاي فكل شبه كل شبه طلعت بالراس هاي حكاية ما أحادي شيء هوي أمه أوه مشت عن المشت بالدم ودور على لي جرحني بالكلمح وجهها لون زف دم شنت من أطلع من البيئة وأنا بعيدة ذا بردان بالشيء لتغبص الله 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 أباتوا يد دمع بالعين إذا قالوا تجي بحلم الله الله يسلم يقول هاي أمي هاي أمي من تسافر أضوق اليتم طعمه شلون الله الله أكبر والله صحيح ومن تموت من تسافر من تسافر نسمع عبد الله بعد صار الموضوع على الأم أي هندس والليالة تدور النور وكان الريح صفنه وليه المفجوع شعلت شموع لأم خاطر تشوف عثرت وطاحت أمي قبل الشموع الله أمي هدايت الله وغرة البيئة أمي الكل شي بالبستان مزروع قدوتها الزيجية بكل الأحوال حتى بالقماط ترخل الضوع أمي العف العامل على المساجين أمي الستر كون الباب مشلوع أمي ديرته ملح التساير أمي خبس حار اليسبق الجوع تربيته بحظنها بلذة النوم أمي تنام قاعدة حتى ما أدوها أمي الوصفت لشنه الحسين أمي العلمتنا أيام الأسبوع أبعفت يممت وشت ورى البيئة يمي الشت زلم والماء مقطوع الله أمي العراقية أبعفت يممت وشت ورى البيئة يمي الشت زلم والماء مقطوع أمي شقدت عزني وقالة ترخيص من شافة وطن للغرب مبيوع أمي شقدت عزني وقالة ترخيص من شافة وطن للغرب مبيوع أمي العراقية وسمرت اللون أمي السمع بيضة التوب مردوع أمي الراس مثل دروبة الأيام أمي النور المعلق بالفروع أمي الجاهلية وعمق الحروف أمي لصوتها ما كان مسموع خجول أمي وتهلهل وين ما كان إذا علم العراق تشوفه مرفوع خجول أمي وتهلهل وين ما كان إذا علم العراق تشوفه مرفوع وارجع للمحنة وصفنة الليل اللي أخذ من خياله وحفنة دموع شعل التشموع للمخاطر تشوف عذرته وطاحت أمي قبله لشوف الله الله يحفظ والدتك الله يحفظ والدتك ويحفظ جميع أمهات العالم أجمعين يا رب أريد أذكر لك أسماء وذكر لي تعليق مثلا مثلا يا أخي هذا الرجل أنا يعني مثال ونموذج ممتع للشهر الشعبي العراقي سعد الرباعي يا سلام أبو قادس أنا اعتبر صديق وأخ وأستاذ طبعا أنا وأكبر مني بالعمر لأمانة الله شاهد أكثر إنسان أرتاح يمه وقت أزوره أنا اعتبر الصديق المباشر الأول رغم لقاءاتنا قليلة وأكفارق بالعمر بس هو إنسان مهذب وراقو جدا مريح أما بالشعر فهو يعني هالة هالة كبيرا من الشعر بس هو عدة فد مشكلة معينة يرفض أن يواصل ويتواجد بالمنصات الشعرية كبير أبو قادس هو كبير فعل صباح العتابي إنسان جدا محترم وراقي بشكل مطبيعي أنا أحبه للأمانة حتى أنا أحبه أمو حيدر الورد أحبه واحتز به إلى مواقف كلش طيبة أنت طيب بصراحة اليوم شكر ليس 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 سيلا شكر ليلم fierد السلام فعلي أي أبداً الدنيا تغيرت ووصلنا للمرحلة مو الفضل للي زرع طيب الفضل للي ما ينكره وأنت ما نكرت الطيب جزاك الله خير ويظى الله وجهك الله يعزك أسألك أسماء ماك مشكلة ماهر شريدة كبير أبقى أحطان أبقى أحطان دينمو دينمو ماشعر شعبي ألف تحية الأستاذ ماهر شريدة طبعاً دينمو أي والله والله العظيم يعني أحتيه لا مبالغة ولا يعني أريد أقترب من عنده بالعكس هو يشوفنا مثل ولده أصلى الله يحفظ والله أيام المسابقة يعني هاي أرس والله يسهر لليل اتصالاته يا لا هيتش أريدك يعني أتوقع تدخل حتى بقيابتي قال أنا أريدك تطلع بصورة أفضل ألف تحية المهر أنت تستاهل في دول واحدة هو يستاهل الله يطب الله رحمن إبراهيم عبد الرحمن أبو جحفر شاعر كبير جداً شاعر كبير يا والله فلده أي الله 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 يا أخي أحب هذا الرجل شاعر ومثقف هيا نماذج حياء للشعر صحيح أنتم تستاهلون طالعاً اختم ذلي تحبه ايه حمار بمعركة كل يشوفك دم حمار بمعركة كل اللي يشوفك دم وجامب طيحتك تنشمر من تلم ليزرع مشتهاته بوقت شحة ماي لا يشتم حصاده ولا ورد يشتم ومو كل من تلثم خايف من الثار على صاحب فضل وبلي أن يلثم طول إيش مارد ثلاثة غر من الطول إيش ما طال الشجر بالفوس يتسلم حمطة وبالدر وبلا تفرح من الطير مرح حسلمت من طير ما تسلم الله حمطة وبالدر وبلا تفرح من الطير مرح حسلمت من طير ما تسلم وموش أنا الغشي مملوحتك بالريج ما حظ ماي بحرك يا معذب زمزم ولا دن الجموح لساحة المركاض إذا لم تكدايش للسبك تلتم الله الينبت بالصحاري ومالقم دارات هذا بيوجه بين الشتة اليندم وانا خوف الغزالة ونهر بيتمساح الينبت بالصحاري الينبت بالصحاري ومالقم دارات هذا بيوجه بين الشتة اليندم يا أخي شعر والله شعر الينبت بالصحاري ومالقم دارات الينبت بالصحاري ومالقم دارات ومالقم دارات هذا بيوجه بين الشتة اليندم وانا خوف الغزالة ونهر بيتمساح وزان الضماي وخايفة هشة من ترشية وطحت وبدرب ما مسحوب موش بعاصفة بحفنة كراباً طمب بالينب محبتك بوكت الشاهين أمن أطلعك تنفضح وتموت من تنظم بالينب محبتك بوكت الشاهين أمن أطلعك تنفضح وتموت من تنظم العركوي الغريب تخلص بخيري بس هي المصيبة من أقر بن العم ومو كل الحزمة الشابه المضمون حفار القبر لنا يحمحزم كل خسفة بنهر يتحسر الفلاح كون الماي وش لو السقاء ما تم وعلمني الزمان اللي عشق عشق الروح مو عشق المظاهر لوحل المبسم كل هذا ورضيت وجبت رأسي المال لقيعتك مال بوقة وشروتك تحرم لقيعتك مال بوقة وشروتك تحرم الله الله عليك الله اختم يا حبيبي بكثر ما حاب باسمك وعشق عيونك وياك التفت لمن يصيحونك أكو بقلبك أمر الله بكثر ما حاب باسمك بكثر ما حاب باسمك وعشق عيونك وياك التفت لمن يصيحونك أكو بقلبك سواد مطوخ عيونك وأكو بنيت بياض أبيض من سنونك وأكو بنيت بياض أبيض من سنونك وأكو شامه برقبتك من يرخصونك تغليك وتغليهم اليشرونك أدور وجهك بعين اليلاقونك أكو بنيت بياض أبيض من سنونك وأكو شامه برقبتك من يرخصونك تغليك وتغليهم اليشرونك أدور وجهك بعين اليلاقونك أجب أحلامهم كل ما يشوقونك يا مي يا عبد يا المادر شلونك بدي يجبتك الطيتك لليعطشونك لش نسم بقلبهم من يشربونك واصل مرحلة من نلزم جفوفك أدية عوفنا وما تقبل تعوفك أو رهن بين العيون بجية طيوفك ياه الأكثر من الثانية تشوفك الله رهن الله يعزك رهن بين العيون بجية طيوفك ياه الأكثر من الثانية تشوفك بياض البلقلب نيش انت بحروفك أو بصابيع رجفت من أصل زلوفك ما عليت صوت محس بالخوفك روح نسلة من أسلة سيوفك واصل مرحلة من نقصة لجروفك قدي تنسى عطشها وتلتهت طوفك تخبل هاي القصيدة انت جمال كله والأكبر تخبل هاي القصيدة الله شاهدانا فرحانا في تقديم حلقتكم الله يخليك جدا سعيد والله ممنونين منك رب يوفقكم إن شاء الله الله يطلب لك واتنالون مبتغاكم إن شاء الله أمين يا رب العالمين وصلنا الختام لحلقة شون تحب تقول السيد المشاهد وهذه كامرتك جزيل الشكر على الجهد اللي يقدموه جدا ممنون وانا اليوم جدا سعيد عفو عفو وجودي مع هذا الجمال الهائل الله يعزك والأخوة للمصورين والمخرج جزيل الشكر ألف تحية لك والله أقدم لك تحية بالأكبر ألف تحية لك وتحية القناة وكاذرهي وتحية للجمهور بصورة عامة وأتمنى أن تتحملوني وإن شاء الله مشاهدة طيبة الله يعزكم وفقين حبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم كان معكم بالتقديم والإعداد أخوكم علي المنصوري في إمان الله